يبقى القاعدة الأولى الظلم لا يورس ولا يتسع القاعدة الثانية المظالم لا تمنع الألطاف والحنان الرباني القاعدة الثالثة من ظلمك لم يظلمك في الخفاء بل ظلمك بين يدي الله يعني ايه اللي ظلمك ده ما ظلمكش من وراء الله لأن الله لا يسأله وراء الله يعلم السر وأخفى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فيجي يقول لي يعني طب ربنا سابه يظلمني ليه ربنا ما سابهوش يظلمك ربنا خلى ليه اختيار أنه اختار أنه يرتكب هذه المعصية وهذه الكبيرة وهي الظلم لكن حياتك كلها محفوظة عند الله رزقك محفوظة عند الله فظلمه ليك مش هيمنع رزقك أو ظلمه ليك مش هيمنع سعادتك اللي كاتبها لك ربنا أنت فيه سعادة كاتبها لك ربنا ما لهاش دعوة بفعله هو فعله هو بيتضرر به هو لكن ربنا قدر عليك ده آه يعني أنت بتقول لي أن ربنا قدر علي أن أنا أبقى مظلوم منه آه صح فتيجي تقول لي طب ليه ليه أتعب كده آه ربنا ما أقصدش يتعبك ده ربنا أقصد يرفع درجتك لأن الظلم لما بينزل بينزل معه رزق إيه الرزق اللي بينزل لك مع الظلم فرصة الرزق العظيم اسمه الصبر وليس معنى الصبر أن أنت تصبر عشان يزلمه تاني لا أن أنت تصبر على هذا الحال اللي أنت فيه فإيه اللي حاصل لما يجي لك الظلم فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون فتنقلب بفضل من الله وسعى ورزق وعطاء وفتح وأهم فتح ربنا بيفتح عليك لما تثبت عند وقت الظلم وعن تشوف القاعدة اللي جاي بعد كده وتثبت عندما يقع عليك الظلم ده لما تثبت على محبة الله واليقيم اللط في الله إيه اللي يحصل لك تحس إن الناس بتقولك إيه إن ده بقى شخص قوي ما بيأسرش فيه أزى الناس لكن هو في الحقيقة أنت شخص لمست معنى من معاني العبودية إن العباد لا سلطانة لهم ولا سطوة ولا قدرة لهم على إنهم يخصموا من حياتك أحدش يقدر يخصم من حياتك خالص القاعدة الرابعة يبقى القاعدة التالتة بتقول إيه القاعدة التالتة بتقول إن فلان ده ظلمك مش في الخفاء ده ظلمك وانت باقي أنه يا ده الله يبقى هو وقت ليه ربنا سابه وربنا ما سابهوش ده هو ظلم لإن ده اختياره طيب أنا ليه أتظلم عشان تاخد عشان أنت تحصل الدرس اللي في الحياة وإيه اللي يحصل وتزيد كمان كمان وتزيد عليك كمان فضل الله إيه ده يعني هتتعلم وتكرم تتعلم إيه قال لي تعلم وكرم إزاي قال وهو بس عفاهمك بس بعض الأمحات الكرم اللي ربنا بيكرمك بيه إيه اللي حاصل واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب يعني إيه يعني ربنا بيدي لك حاجات كتيرة منها بس اللي ربنا كشفه لك إن منها إيه دعوة المظلوم دعوة المظلوم مستجابة فلو حصل لك ظلم ادعي ربنا سبحانه ده لدعوة مستجابة فيها خيرك وخير أولادك وخير كل اللي بتحبهم ساعتها هتحس إن الظلم ده وتمالوش وجود وإن أنت خركت مش هقولك كسبان لكن خركت وإنت عبد للرحمن وده هو ده المعنى اللي أنت ممكن تعيش به القاعدة الرابعة بقى قاعدة الرابعة بتقول الظلم لا عن قوة يعني اللي ظلمك مش قوي الظلم لا عن قوة ولكن عن غفلة عن ما آل له الظلم وغضب الله سبحانه وتعالى يعني إيه يعني الظلم ده مش إن الظلم قوي لكن لإن الظلم غافل غافل عن إيه غافل عن ما سيقول إليه الظلم إلا الظلم ظلمات يوم القيامة وإن الظلم ده والعيز بالله الله سبحانه وتعالى يعاقب عليه ويقتص بذاته العلي من الظلم حتى لو كان الظلم ده في عالم الحيوان الله يا سطر يا رب ده حاجة باش عاوي أنا مقدرش على ده أيب أنا ما ينفعش أظلم وليه إن الظلم ده يوجب للعبد إيه يا سيدي يجعل العبد مستحقا لغضب الله ولذلك الإنسان لابد إن هو يتق الله سبحانه وتعالى ولا يضيع نفسه بأن يكون ظالما لبل قاعدة الرابعة اللي ظلم ده مش قوي اللي ظلم ده ده غافل عن ما سيحدث له في المستقبل سواء مستقبله في حياتي أو مستقبله عند ربه من غضب الله سلم يا رب سلم الحاجة القاعدة الخامسة بقى الظلم ليس نهاية الحياة لما واحد تصلم كده ده مش نهاية الحياة بل هو بداية جديدة لرؤية الحياة بمدد الله يبقى أنت تستطيع أن ترى الحياة بمدد الله بعد ما يحصل لك الظلم له أو لما تعود من الظلم إلى الله سبحانه وتعالى يبقى أنت إلا حاصل ببساطة خالص يبقى أنت الظلم بالنسبة لك فتح لك بوابة جديدة لرؤية مدد الله سبحانه وتعالى القاعدة السادسة بتقول إيه واجع المظالم كاشف عن ثقتك بالحنان العالم سبحانه وتعالى أنت أدي إيه وثق من الله سبحانه وتعالى ففي ثقتك في الله تظهر بقى في تعاملك مع الظلم